السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله ورحبا بكم في قناتنا المتنوعة اليوم سوف ندر فرض الفصل الأول في مادة التربية المدنية للسنة الأولى ابتداء الجيل الثاني كما كنت أردت لكم من قبل الكتاب هو سلسلة التحدي لفهم مادة اللغة العربية والتربية المدنية والتربية الإسلامية نبدأ مع بعض أردت لكم برك حاجة تفرحكم شوفوا كيف سوف ندر لكم الفيديو وهاي لي كيف سوف ندر لكم هناك شريط هادية شريط هادية أنا شريط برك لانو هادا لومينو ما شريط هاش بتخي بيتاحا أنا رايح نخلي لكم في صندوق الوصف عند شكون شريطها وشحال لبخي لي شريطها به التمرين الأول لاحظ الصور ثم حوط السلوك الذي يدل على التحية أعطونا مجموعة من الصور وقالونا نحوط السلوك ليدل على التحية التحية ولا كما نقولوا إلقاء السلام يعني كين تلاقوا معك شواحد وقولوا له السلام عليكم ولا نقدرو كذلك كين شوفوا نفهمه إذا كما راكم تلاحظوا هناك زوج أطفال تلاقوا بعضهم وشوفوا راهو الطفل هذا راهو يلقي التحية إذا هذا سلوك يدل على إلقاء التحية حوطنا عليه نروح للصورة الثانية عاكم تشوفوا زوج أطفال تلاقوا بعضهم لقوا تحية بعضهم أما رايحين يحضنوا لكما نقولوا إحنا يعنقوا بعضهم نعم هذا سلوك يدل على إلقاء التحية هنا راني نشوفوا زوج بنات راهو يبكيوا إذا هذا السلوك لا يدل على إلقاء التحية إذا ما نحوطوش عليه هنا راني نشوفوا طفلين طفلان راهو يتشجروا بعضهم راهو يتربوا بعضهم هذا سلوك لا يدل على إلقاء التحية هنا راني نشوفوا بنت مع إمراءات قدر بلك تكون معلمتها ولاختها راني نلاحظوا بليرهم يلقيوا التحية إذا هذا سلوك يدل على إلقاء التحية فهمنا يا أطفال نروحوا إلى التمرين الثاني التمرين الثاني املأ البطاقة بمعلوماتك الخاصة مستعينا بأحد أفرادها العائلة هنا ما نقدرش ندل المعلومات الخاصة سوف اختيت المعلومات اللي دارو هون في الكتاب هدايا ليس بس حاني حاب نقول لكم حاجة يعني لاحظت خطأ صغيرة هنا في حل التحون نشوفوش دارو دارو كما قلت لكم خديت المعلومات نتحهم هنا راهي مسجما الاسم فيصل مثلا تاية الميد نقولوا مثلا واسمك ناسيم اللقب اللقب هو لي تشترك فيه كامل العائلة الاسم عفوا يخصني انا مثلا انا واسمني اسيا هذا الاسم التاعي انا وحدي اللقب هو لي تشترك فيه كامل العائلة يعني انا الاب تاعي خوتي الام تاعي الجدة تاعي الجدة تاعي مومي كامل نشتركه فيه لقب واحد فهمتوني اطفال لكن الاسم يخصني انا تفهمنا تاريخ الميلاد هو التاريخ اللي نزدنا فيه مثلا هدا فيصل بن دهان نزاد ستة وعشرون اليوم ستة وعشرون الشهر سبتمبر السنة الفين واثنع عشر هيا اطفال انتو ما قولوا لي في التعليقات كل واحدة يقول لي وشنو هو اليوم وشنو هو الشهر وشنو هو وشنو هي السنة من ستة فيها ديروا لي تاريخ الميلاد تاعكم داكار العنوان هاي البساتين رقم ستة وخمسون هدا العنوان وين السكنو داكار اطفال تفهمنا هيا نروحوا الى التمرين الثالث التمرين الثالث ضع العلامة هاد العلامة تحت العبارات التي تدل على احترام الكبير وساعد الشيخة على اجتياز الطريق مع انتها نكون انا رايحة نقطع الطريق نلقى نصيب يعني شيخ ولا انسان مو سن كبير لي مسكين خلاص مولايش يقدر واحده يقطع الطريق وشن ديرانا نعاونه هل هذه العبارة ولهذا السلوك يدل على احترام الكبير نعم جيد مع انتها انا نحترمه راح تنعاونه تفهمنا؟ تفرصة فنديرو؟ هاد العلامة العبارة الثانية العبارة الثانية لا احترم الكبير هل عدم احترام احترامي للكبير يدل على احترام الكبير؟ لا هاد العبارة لا تدل على الاحترام الكبير احب المسنين واحترمهم يعني واحد يكون كبير نكون نحبه ونحترمه نعم هذا يدل على احترام الكبير التمرين الاخير شطب الجمل التي تعبر عن السلوك السيء في كل اطار اعطاولنا مجموعة من الجمل ولا مجموعة من العبارات كاين لي تعبر على السلوك السيء يعني السلوك اللي ماشي مليح وكاين لي تعبر على السلوك الجيد يعني السلوك المليح احنا وش قالوا لنا؟ قالوا لنا نشطبوا على العبارات لتعبر على السلوك السيء مع انتها اللي ماشي مليح هايا نبدو احيي اصدقائي عندما التقي بهم يعني كنت لقى مع الاصدقاء التاعي مع انتها انا انت لقى مثلا مع اصحاباتي نحييهم قلهم السلام عليكم يعني لابلنا بالتحية الاسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته يك؟ اذا نحييهم هل هذا السلوك سيء ام جيد؟ هذا السلوك جيد اذا مانشطبهاش احترم معلمتي المعلمة التاعي ليتقريني احترمها هذا السلوك سيء ام جيد؟ نعم ممتاز هذا السلوك جيد مع انتها مانشطبوهاش التحية سلوك قبيح هل التحية سلوك قبيح؟ هل كنت لقى معكش إنسان نقول السلام عليكم سلوك قبيح خطأ التحية سلوك جيد إذن هذا السلوك خاطئ ولا سلوك سيء يعني نشطبوها أكره صديقي هل هذا السلوك جيد أم سيء أنا صديقتي ولا زميلي ما لازمش نكره لازم نحبه معنطها هل سلوك سيء أنا مؤدب مع جاري يعني مش معنطها أنا مؤدب معنطها نحترمه نجوز عليه نلقي عليه السلام نشوف وراه ورافد مثلا بزاف أكياس نروح نعاونه كي قداشر بزاف حاجات نروح نعاونه نرفد معه ياك هذا هيو شمعنطها نكون مؤدب مع جاري هل سلوك جيد ماشي سيء معنطها ماشي طبش عليه لا وساعد المسنين يكون كاين كاش راجل كبير يحتاج يسحق المساعدة أنا من عاونه شنا هل هذا السلوك جيد أم سيء؟ نعم يا أطفال هذا السلوك سيء ولازم إحنا كامل السلوكات لي ماشي ملاح وش ندير لهم نتجنبوهم لازم يكون السلوكات تواعنا كامل ملاح داكور إذن هذا هو الموضوع تانيتا أي حاجة ما فهمتهاش قلوا لي في التعليقات مع السلامة بالتوفيق إن شاء الله سلام اشتركوا في القناة